هل يكون مسافر إماماً والذين خلفه وكلهم مقيمين؟ فهل تبقى لو نتراها؟ نعم حتى لو كان إماماً ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر ويقول لهم أتنوا فإن قوم مسافرون أو فعن مسافر حتى تظهر السنة لأن هذه السنة مجهولة عند الكثير من الناس وينكرها الآن لكن إذا اشتهرت وفعلها الناس صارت معلوفة عند الناس وصارت معروفاً كما هي معروف شرعاً والذي ينبغي للإنسان ولسه ما طالب العلم الذي يؤخذ بقوله أن يحيى السنة التي أميتك حتى لا يكون المعروف منكراً